مندوب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم له تصريع في مجلس الأمن أو بالأمس كما أتذكر أنه قال بصريحة العبارة أنه لا يمكن أن أولا تسليم الأسلحة ثم الدخول في حكومة شراكة وطنية تستوعب القميع لا يمكن لليمنيين أن يقبلوا مرة أخرى ما حصل في اتفاق وثيقة السلم والشراكة الذي فرض على اليمنيين بقوة السلاح كما قلت لك نحن نناقش تسريبات إعلامية لا يوجد حتى هذه المحظة بعيدا عن تسريبات سؤالي عن المبادرة في حد ذاتها لماذا الآن ولماذا مبادرة أمريكية تجاوزت الأطراف المحلية وتحدثت مع أطراف دوليين وأقليميين فقط في نظري أو في تحليل الشخصي كلما اقتربت قوات الجيش وتم خنق هذه الميليشيات كلما تحاول أمريكا أن تمد لهم حبل النجاح أمريكا حريصة على قماعة الحوثي وعلى إشراك قماعة الحوثي تحت بند الأقليات وتحاول هذه الأقليات أن تقدم خدمات مجانية لأمريكا ترجمة نانسي قنقر